ننح ليه تفاصيل المران الثاني للنادي الآلي في الإمارات النهاردة النادي الآلي خاد مرانه الثاني في مدينة أبوظبي مساء الأربعاء هو المران اللي شهد حضور وليد سليمان نيمة الفريق السابق والمعتزل حديثاً وليد كان موجود في المران أيضاً أدى لعب النادي الآلي تدريبات بدنية متولة في بداية المران بجانب تدريبات بدنية متنوعة بالكرة كما عقد مرسي القرى لمدينة الفني جلسة لمدة 15 دقيقة مع لعبين بالمناسبة الحالة البدنية اللي عليها النادي الآلي مع مرسي القرى وجهازه المعاون حالة ممتازة جداً يستحق عليها مرسي القرى للإشهد مع ضغط المباريات الكبير مران الآلي خضع خلاله حراس المرمى لتدريبات قوية تحت إشراف ميشيل يانكو كما تضرب اللعبين على تزديد رقالات الترجيح منطقي ختم النادي الآلي مران والثاني في الإمارات بتقسيمة كرة قوية بين اللعبين حرص خلالها مرسي القرى على تنفيذ بعض الجمل التكتكية والفنية التي يريد تنفيذها خلال المباراة ترجمة نانسي قنقر